اشتركوا في القناة عن متناول الأطفال وأيضا الحيوانات نظرا لأن العصار المرة المفرزة من أوراقها جد ضارة ومضغها يؤدي إلى حرقس في الفم والحلق وأيضا تورم اللسان وقد يؤدي في أقسى الحالات لفقد النطق لتأثيره الشديد على الحبال الصوتية إذن لا بد من إبعادها عن الأطفال وأيضا قلنا الحيوانات قلنا الدفن باخية نبتة معمرة تحتاج لإداءة قوية غير مباشرة يمكن تعرضها للشمس المباشرة فقط في فصل الشتاء تحتاج أيضا للدفء يعني الغرفة التي نضع فيها هذه النبتة لا بد أن تكون دافئة وأيضا جيدة التهوية بالنسبة للري يجب الحفاظ على رطوبة التربة ورش أوراقها بالماء بين الفينة والأخرى وأيضا مسح أوراق الدفن باخية بمنديل مبلل بالنسبة للتسميد يكون كل أسبوعين خلال فترة النمو النشط وأخيرا الإكثار تتكاتر بالعقل الطرفية والصاقية وكذلك بالخلافات والفسائل إذن سيداتي سادتي أكتفي بهذا القذر وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر